وكأنهم خارج دائرة الاتهام يصدرون أنفسهم كوسيط بين الشعب ورئيس الحكومة الحالية باسم النظام نهبوا وسرقوا وأفسدوا وارتهنوا للخارج لعقد ونصف ولما جاء الساعة استفاء الدين واسترداد الحقوق دفعوا رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي إلى الواجهة على أنه المطلوب الوحيد للشعب وهم ليسوا كذلك الكتل السياسية في العراق بزعامة أكبر المفسدين كنور المالك وحيدر العبادي يجتمعون في بيت عمار الحكيم ليرتبوا حيلة جديدة للالتفاف حول مطالب ثورة تشرين وبأطروحات سياسية تنم عن تجاهل الواقع يتوصلون إلى اتفاق لإمهال حكومة عبد المهدي خمسة وأربعين يوما للقيام بما يسمونه إصلاحات تهدئ مما يسمونها احتجاجات شعبية كل ذلك يجري بينما على بعد مئات الأمتار عن الاجتماع ثم تجموع تملأ ساحات التظاهر وتنادي بإسقاط النظام بشكل كامل كل ذلك جرى بعد أيام من رفض شعبي صريح لمحاولات مقتدى الصدر وهد العامري القفز من المركب الغارق بتقديمهم مبادرة إقالة الحكومة تحرك الكتل السياسية يدل على إحساسها بالخطر المحدق بها ووعيها بأن ثورة تشرين هذه المرة نبعت من وعي شعبي سياسي مدرك لحقيقة المشهد في العراق فحاولت تحوير مطالب المتظاهرين والإهامة في أن بوصلتهم هي حكومة عبد المهدي لكن ردود فعل المتظاهرين على اتفاق الكتل السياسية تمثل في رفض تام لهذا الاتفاق ليس من باب تفاصيله بل من باب كليته إذ إن مطالب المتظاهرين تتلخص بكل وضوح في تغيير شامل لكامل المنظومة السياسية بما فيها المجتمعون في بيت الحكيم بل لعلهم هم أكثر المطلوب محاكمته من الشعب العراقي وهم القيادة العملية لحكومة الظل الإيرانية هذا الشعب كل عراق هاي الوزن ترجمة نانسي قنقر